اشتركوا في القناة وضع حديثنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون حول عناية الإسلام باليتيم والحث على الإحسان إليه وإكرامه فاليتيم أحبة في الله هو من مات عنه أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلمة أي قبل البلوغ ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام وهناك اللطيم وهو الذي فقد كلا الوالدين وكل لطيم يتيم إن كان ذلك قبل البلوغ وليس كل يتيم لطيما لأن اليتيم هو من مات عنه الأب قبل البلوغ واللطيم من مات عنه الوالد كما قال القائل ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد فهناك من توفاه الله تعالى من غير علة ظاهرة أو معقولة فقط لأن إرادة الله تعالى اقتضت ذلك وهناك من مات بسبب مرض أو غيره وكيفما كانت أسباب ذاك الفقد فإن أثره على ذوي الفقيد بليغ وقاس لا سيما على الأطفال ولذا نجد الإسلام يحس على العناية بهم والإحسان إليهم وعدم ظلمهم أو إلحاق الأذابهم فقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة اختلفت بين أمر بالإحسان إلى اليتيم وإكرامه ونهي عن ظلمه وأكل أمواله بالباطل قال تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيِّئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرُبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينَ قال أهل التفسير في معنى هذه الآية وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أي استوصوا بالوالدين برّا وإنعاما وإحسانا وإكراما وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينَ أي وأحسنوا إلى الأقارب عامة وإلى الْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ خاصة إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أي متكبرا في نفسه يأنف عن أقاربه وجيرانه فخورا على الناس مترفعا عليهم وقال عز وجل في النهي عن أكل أموالهم بالباطل في موضع آخر وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِيهِ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ قال أهل التفسير في معنى هذه الآية أي لا تقربوا مال اليتيم بوجه من الوجوه إلا بالتي هي أنفع له حتى يصير بالغا رشيدا قالوا والنهي عن القرب يعم وجوه التصرف لأنه إذا نهي عن أن يقرب المال فالنهي عن أكله أولى وأحرى والتي هي أحسن منفعة اليتيم وتثمير ماله قال ابن عباس رضي الله عنهما هو أن يعمل له عملا مصلحا فيأكل منه بالمعروف وقال أيضا الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا أي ذنبًا عظيمًا فإن اليتيم أحبة في الله بحاجة إلى رعاية وحماية لأنه ضعيف وظلم الضعيف ذنب عظيم عند الله تعالى لذا جاء النهي عن ظلمه وإهدار حقوقه كما جاء الأمر بالإحسان إليه وإكرامه والعناية به قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ثواب هذا العمل وحاثا عليه أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة وأشار عليه الصلاة والسلام إلى السبابة والوسطى هذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان ممن عاش يتيما فقد ولد عليه الصلاة والسلام يتيما من جهة الأبي ثم فقد أمه في سن مبكرة فتولى رعايته جده ثم عمه بعد ذلك قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى أحبتي في الله إن رعاية اليتيم واجب ديني ومجتمعي أيضا وإن هذه الرعاية والعناية خاصة في مثل هذه الظروف حيث الحاجة إلى الطعام والشراب والملبس والمأوى تزيد وتشد فكذلك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى يزيد ويعظم فاللهم وفقنا لهذا الخير وأعنا عليه واللهم كل كل يتيم وضعيف ومحتاج عونا وسندا وأكرمه بفضلك وجد عليه بجميل عطاياك يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين